هنروح بقى المنطقة ان البنت مش مكسوفة ولا حاجة ان هي عندها استرس بسبب امتحانات عندها استرس بسبب مذاكرة بنت او ولد بدأ وشها درب حبوب بدأ شعرها بيقع وده بيحصل حالة كده للولادة خصوصا قبل امتحانات ايه ايه صح يا امي هو الحكاية الحبوب اللي بتضرب دي حب الشباب زاد اليوم اندو والله ما عرف ليه يعني انا ما عرفش انا فعلا ما عرفش ليه بقيت الاول كان يهتم مبادري احنا نقول قعدة لو الام والاب عندهم حفر اثار حب شباب ارجوكو لما البنت او الولد يطلع له حباية بسرعة على الدكتور الحاجات اللي هي زي الكراكنيل بدري 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 ده حتى دلوقتي بره بيقولك علجهم من بدري قبل ما يحفروا احتمالات الحفرة متواردة فهنعمل ايه هناخد الكراكنيل مرة واثنين وثلاثة هتلاقي الدنيا تحسنت اوي اوي بشكل لاتا ما حدش يوقف العلاج طالما الحبوب لسه بتطلع عشان كده الايزوتريتينوين والنيت لوك دي في سن بعد 12 كده ناخد ان شاء الله قرص اصلا هو قرص بعد الاكل بس ضروري مع الاشراف الطبيب لانه بيعمل تحاليل ده اللي بيلم الانف لو يعني ويعمل الاوبور ريفاينر عشان المسام في كل اللي بشريتهم دهنية في الاطفال مسامهم توسع ولما المسام توسع ساعات بتلقط بعض بعض الديموديكسي دية بتصبوكوا منها طيب دكتور تساقط الشعر بقى لما بيحصل توتر سواء عند الكبار او صغيرين من المذاكرة والانتحانات وكده الشعر بيقع احنا اللي عايزين نقوله هنا واهم حاجة فيها ان الشعر هي الام بتيجي تشتكي في البنتها اه اي شكوى واحد شعر بنتي ما بيطوارش يعني شعر او ينزل بكميات او ما بيطوارش هي عايزها يوصل لغاية نص دهرها ما تفهمش ليه عودة شريهان دي عاملة حاجة في البنات من زمان الناس عليها دي فيه في جمالها وهي بتاع عشان طب كان عندها رأسة كده 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 فقعدوا كلهم متأثيرين بيها الجيل كله عايزين يطولوا الشعر المهمة صحة الشعر نظارة الشعر اهم من طوله اول ما يطفيه هيقصف ويقع يبقى هنا نقول لهانب ست الهوانب اللي هي برضو خلي بالك من فيتامينات الشعر لو بالضوافر ابتدت تنقر صح لو غماء دية دية هي علاقة بين التلاتة التلاتة وضروري نعمل تحليل طيب طيب